كلا كدت تالت مرة شرين وحسام حبيب اتطلقوا لكن المرة دي بالطرق دي بين الطرفين لكن حسام ما كانش يعرف اي حاجة عن الموضوع غير من الاخبار اللي انتشرت ازاي شرين هي اللي طلقت حسام وايه السر ورا الانفصال تعالوا نقولك وايه الحكاية مسلسل ازمات شرين عبدالوهاب وحسام حبيب وصل للحلقة الاخيرة وده بعد ما اعلنت مبارح شرين من خلال البرامج التلفزيونية والمواقع الاخبارية خبر انفصالها عن حسام حبيب لكن المرة دي وصفت الانفصال بانه انفصال راقي ومتحضر وتم بكل ود وحب وانه هو وهي اتنين كويسين جدا لكن خلاص ما بقاش في بينهم اتفاق وان اللي هما وصلوله ده هو المحطة الاخيرة في علاقتهم واكدت شرين في كلامها انها كويسة جدا جدا وانها حلال بتحضر لخمس اغاني جديدة وبتعمل دايت وبتلعب الرياضة وبتحاول تخس واي حاجة تانية بتتقال غير الكلام دا كدبه ملهاش علاقة بالواقع اللي بتعيشه واكدت كمان ان هي وحسام هيفضلوا صحاب مقربين وما فيش بينهم اي مشاكل لكن حسام حبيب ما كانش دا رأيه ولما الناس كلمته وتسأله عن الكلام دا قال انه ما يعرفش اي حاجة عن الموضوع وانه كل اللي بيتقال دا هو ما عندوش علم بيه من الاساس وبعد ما الاعلامي عمر قديم اكد الخبر عن طريق شيرين في برنامجه حسام نزل بوست على حسابه الرسمي على ان استجرامه كتب لها انا بحبك يا شيرين اكتر من الدنيا كلها الناس كانت مستغربة رد الفعل جدا لدرجة ان رواد السوشيال ميديا اخدوا الموضوع بسخرية وقالوا يبقى اكيد شيرين هي اللي طلقت حسام والعصمة كانت في ايديها لكن الحقيقة ان كل دي كانت محاولات من حسام ان الطلاق ما يتمش وانه يحاول يغير رأي شيرين باي شكل عن القرار ده طيب وهو الانفصال حصل لي سبق وكشفنا في فيديو من عدة ايام عن كواليس الانفصال واللي كان سببه اختلاف الاراء ما بينهم وان الحب دخل في الحياة العملية بعد ما مشى كل مدرين اعمالها علشان يمسك هو حفلتها وبسبب الغيرة الزايدة عليها قرر انه يلغي ويأجل وكمان يخلف اتفاقاته في اكتر من حفلة ومش بيخليها حتى تروح غير المناسبات الرسمية المهمة وده اللي عمل بينها وبينه خلافات كتير ورغم ان حالتها النفسية في الفترة دي صعبة جدا وبتعاني من اكتئاب لكنها على عكس المرات اللي فاتت متماسكة قوي وكمان موضوع الانفصال عايزة يتم بهدوء شديد ومن غير اي مشاكل رغم محاولة اطراف كتيرة للصالح لكن كل ده بهدوء من غير شوشرة او ترندات تفتكروا بقى شيرين وحسين ممكن يرجع لبعض تاني سبونا رأيكو في الكومنتات ترجمة نانسي قنقر